واحد هذا السؤال تم ارساله في المحاضرة السابقة وقد عرض على احد الخدام حول الروح القدس التجسد وقوميته في الثالوس سؤال هل الروح القدس هو الذي تجسد من العزراء ام حل عليها فقط الروح القدس لا يتجسد الذي تجسد هو الاب بواسطة الروح القدس لكن مش الروح القدس اللي تجسد وما معنى الحلول الاخنومي الحلول الاخنومي يعني اللهوت نفسه وطبعا كان لابد من الحلول الاخنومي لكي يكون جسدا في رحم العزراء من غير زرع بشر سؤال الثاني هل الروح القدس هو الذات الالهية ام تلذات الالهية لا هو الذات الالهية هل الروح القدس هو اللهوت الروح القدس كأقنوم لهوت لكن بيحله علي البعض كمعنى مشكلة هوتر هل اروح الملائكة تتجسد؟ لا لكن ممكن تظهر في هيئة اكساد دون ان يكون لها اكساد تظهر في هيئة اكساد دون ان يكون لها اكساد اشتركوا في القناة